سحب عينة النخاع العظمي بونمارو سامبلينغز نخاع العظم هو المسؤول عن عملية تصنيف خلايا الدم لذا يتم إجراء فحص نخاع العظم في معظم الأحيان والتي يشتبه فيها بوجود خلل ما في خلايا الدم لأسباب مختلفة كالأنيميا والسرطان الدم من أجل وضع التشخيص بصورة دقيقة كيف تتم عملية سحب عينة النخاع العظمي يجري فحص نخاع العظم من قبل الطبيب فقط والذي يستمر لفترة ما بين عشرين إلى أربعين دقيقة وذلك على النحو التالي يقوم الطبيب بفحص ضغط الدم ومعدل ضربة القلب إذا كان المريض يتناول أدوية تساعد على سيولة الدم مثل الورافرين، دايا بيجاتيرن، ريفاروكسبان، تنزابارين، كلوبيدوغريل أو الأسبرين فعل الطبيب إخباره بإيقافها لفترة قبل إجراء الفحص يتم أخذ العينة بحيث يكون المريض مستلقياً على بطنه ويضم ركبتيه تجاه صدره لأخذ العينة من عظم الحوض الخلفي وإذا شعر المريض بالقلق بشأن الألم يمكن أن يحصل على مهدئات كلية أو جزئية في شكل أدوية وريدية يقوم الطبيب بتحديد وتنظيف منطقة إدخال إبرة الخزعة ويقوم بتخدير المنطقة بالتخدير الموضعي عن طريق حقن المادة المخدرة في الجلد حول المنطقة وهنا على المريض إخبار الطبيب ما إذا كان يعاني من حساسية انتجاه أي مخدر موضعي من قبل ثم يقوم الطبيب بفتح شق صغير ليقوم بإدخال الخزعة وهي عبارة عن إبرة مصممة بشكل خاص لجمع عينة من الجزء الداخلي لنخاع العظم بعدها يدخل الإبرة برفق وبط حتى العظم ومن ثم يقوم الطبيب بسحب عينة من الجزء السائل من نخاع العظم وبعد الانتهاء من سحب العينة يخرج الإبرة بحذر ويجب الضغط على المنطقة التي تم إدخال الإبرة فيها لوقف النزيف وبعدها يضع ضمادة على المكان والتي يجب الحفاظ على جفافها لمدة 24 ساعة ولكن يجب تنبيه المريض بضرورة الاتصال بالطبيب في الحالات التالية وجود نزيف يغمر الضمادة الحم المستمرة تورم مكان سحب العينة زيادة الإفرازات والإحمرار بمكان السحب وأخيراً تظهر نتائج الفحص في خلال أسبوع في شكل تقرير باثولوجي يدل على الصورة العامة للأنسجة والخلايا عددها، شكلها وحجمها، وما إذا كانت خواص أخرى غير طبيعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر